في البداية تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط يقول فيها أن هذه المحادثات قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء النزاع المستمر بين حركة حماس وإسرائيل ماذا يعني بكلمة الفرصة الأخيرة؟ هي فرصة؟ أعتقد أنه أنتوني بلينكين النهاردة دي الجولة التسعة منذ 7 أكتوبر جولات سابقة كان بيحمل فيها رسائل لأطراف إقليمية أو أطراف موجودة هذه المرة الزيارة بتأتي كانت مقرر لها الأسبوع الماضي ثم تم تأجيلها حتى جلسات دوحة ثم بعد ذلك سيكون فيه جلسات في القاهرة والحقيقة أنه الجو العام أو الوضع العام فعلا بلينكين بيراهن أنه يساند الرئيس بايدن الحقيقة أنه الرئيس بايدن هو الرئيس الأمريكي الوحيد اللي عجز خلال أكتر من عشر شهور على أنه يوقف جولة من الحرب لأنه دائما الحقيقة أول مرة بعد 7 أكتوبر تمتد الحرب محدش كان يتوقع دائما كان هناك افتراض بأن الاحتلال لا يستطيع أن يحارب أكتر من شهر أو شهرين ودائما كان بيبقى الأرقام والأعداد قليلة لكن رد الفعل الحقيقة الإسرائيلي الانتقامي على ما جرى في 7 أكتوبر لأن 7 أكتوبر كان يعتبر ضربة قوية وبالتالي فنتينياهو كان يحاول إنقاذ كرامة دولة الإسرائيلية وأجهزتها اللي تم اختراقها وبالتالي فهنا الحقيقة الأمر يدخل فعلا فيه سياق شديد التعقيد ولن عدد كبير جدا يتجاوز الأربعين ألف من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء دمار كامل لغزة والآن هناك حصل قبل ذلك الهدنة الوحيدة تمت باقتراح مصري في بداية الحرب ثم بعد ذلك لم يحدث طلاقي حصل جلسات مختلفة سواء القاهرة الدوحة فرنسا أطراف مختلفة الولايات المتحدة حتى الرئيس الأمريكي بايدن في نهاية ما يقدم اقتراحه ودخل مجلس الأمن وصدر بقراره ومع ذلك لم تنفذه إسرائيل بالرغم من أن الرئيس بايدن نفسه كان يقول أنها مقترحات إسرائيلية وعشان كده يمكن بلينكين بيضغط في هذا الأمر هو ذهب إلى إسرائيل وقبل الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء نتنياهو نتنياهو يقول له أن الكرة الآن في ملعب حماس ويجب أن تضغط الولايات المتحدة على حماس حركة حماس طلعت بيان قالت فيه أن هي استجابت على مدى الشهور اللي فاتت لكل المقترحات والأسطى وأنه فيه تعنت إسرائيلي طب هنا الخلاف على فين يعني هو نتنياهو يطلب بإيه وحماس بترفض إيه والمقترحات الإسرائيلية يعني الموقف الإسرائيلي مبكرا جدا حتى بعد مجلس الأمن الأخير كان أنه يجب أنه تتوقف القضاء على حماس طبعا ده هدف طبعا لم يتحقق بالنسبة لنتنياهو وأنه القضاء على حركة حماس وأنه ما يبقاش فيه وقف إطلاق نار المقترحات الأخيرة أنه ما يجتمش انسحاب من الممرات والمحاور زي رفح الفلسطينية أو فيلادلفل ولكن تخفيف القوات الإسرائيلية وعدم وجود وقف لإطلاق النار وأنه وقف إطلاق النار النهاية يتم بعد المفاوضات وبعد تسليم المحتجزين ثم الأسرة وإبعاد عدد من الأسرة ده المعلن حتى طب هي نقاط المماطلة دي هتستمر بالتأكيد التصرف هيكون سيء أنا بتصور يعني ممكن ده يبقى يمكن أتصور أنه المواضع الشديد الصعوبة وأنه حركة حماس بالفعل في موقف صعب لأنه هم بيرفضوا أو بيروا أنه فيه مماطلة شديدة إسرائيلية لكن مثلاً على سبيل المثال إحنا هناك مجال السياسة بمعنى أنه دائماً التفاوض بيبدأ بوقف جوالات الحرب يعني فيه حماس لها مطالب مثلاً أنه الطائرات المسيارة طائرات اللي بتراقب الأجواء في غزة تتوقف فترة ما بعد وقف إطلاق النار يعني الحقيقة أنه الوضع شديد الصعوبة بلينكين بيحمل يعني أغلب المطالب فعلاً تنحز إلى الجانب الاحتلال لكن أعتقد أنه فيه فرصة للسياسة بمعنى أنه دائماً التفاوض بيبدأ عند نقطة وينتهي عند نقطة أخرى تطور ترجمة نانسي قنقر